حوار الليلة مع مهند الخطيب الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت جرينج حوار الليلة من سكاي نيوز عربية ونتابع فيه قبل ثلاثة أيام من بدء الاقتراع كيف يقيم المصريون برامج مرشحي الرئاسة وما هي أوجه التشابه والاختلاف في رؤية السيسي وصباحي لمستقبل مصر بعد ثلاثة أيام سيتوافت قرابة 53 مليون مصرية على صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل الخيار سيكون بين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي خيار يستند إلى شخصية وكاريزما كل منهما وكذلك على البرنامج الانتخابي المعلن فما الذي يميز برنامج السيسي عن برنامج صباحي وما هي أوجه التشابه ونقاط الاختلاف بين البرنامجين نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة نارين درامودي يستعد لحكم الهند بعد الفوز الساحق لحزبه في الانتخابات فكيف ستكون علاقات الهند مع دول الجوار ومع العالم العربي في ظل حكم حزب باهراتيا جنادة الهندوسي المتطرف أكبر ديمقراطية في العالم هكذا جرى العرف على تسمية الهند التي بدأ عدد سكانها يقترب من عدد سكان الصين منذ أيام لا يتردد على لسان كل هندي سوى اسم واحد نارين درامودي زعيم حزب باهراتيا جنادة الهندوسي اليميني لكن ما يقلق بعض الهنود وكذلك دول الجوار شخصية مودي المعروفة بتطرفه سواء داخليا من خلال إعدائه للمسلمين أو خارجيا من خلال تصريحاته المعادية للصين والمؤيدة لإسرائيل انتخابات الرئاسة المصرية أوجه التشابه والاختلاف في برنامج السيسي وصباحي موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا من القاهرة معنا الآن أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران وسينضم إلينا بعد قليل المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور خالد داود أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك دكتور زهران مساء الخير مرحبا بك معنا في الحوار يعني الكثير قيل عن البرامج الانتخابية وما يعتزم كل مرشح أن يفعله إذا فاز في هذه الانتخابات الكثير من المقابلات التلفزيونية والتصريحات الصحفية في الأون الأخيرة خاصة يعني أصبحت هذه المواقف معروفة هل بالإمكان اعتبار أن أي من المرشحين فعلا يملك برنامج انتخابي أم هي رؤية عامة خطوط عريضة ملامح ربما تدل على توجه معين في حال فوز المرشح هو بطبيعة الحال رئيس الدولة ليست له السلطة الكاملة وفقا للدستور الجديد اللي صدر فيه 18 يناير 2014 أنه ليست له السلطة الكاملة في تنفيذ ما يريد لأنه فيه شريك آخر في الحكم وهو الحزب الفائز بالأكثرية واللي ممكن أن يشكل الحكومة ده افتراض نظري لكن بطبيعة الحال أنه لابد أن يقدم المرشح لموقع رئيس الجمهورية رؤيته في جميع المجالات يعني وإن تكن خطوط عامة إلا أنها تشير إلى بدايات معينة ميل إلى إطار فكري معين يبقى عندنا في مدرستين كبار أصلا في إعداد البرامج الانتخابية بالنسبة للمرشحين إما أن أنت تكون بتعتمد أو بتقر دور واسع للدولة بحيث أن هي هتقوم بالدور الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبالتالي الاجتماعية والسياسية لآخره أو دور محدود للدولة مع دور كبير للقطاع الخاص واضح من دولنا درستين كبار واضح أنه فيه تشابه أو تقارب ما بين برنامج المشير الفتاعة السيسي والسيد حمدين صباحي فيه تشابه في المرجعية أنه مثلا حمدين صباحي يقولك والله أنا هعيد الاعتبار للقطاع العام وحينشط وأشغل الشركات ومنازاله كإطار عام دفل سفته الأساسية في إعداد البرنامج أنه بيعتمد على دور الدولة ولكن هو متصالح مع القطاع الخاص ومتصالح مع القطاعات الأخرى حتى غير المباشرة في الاقتصاد وأيضا يعني بيصرح بشكل محدد أنه هو لن يقترب من تأميم أي شركة من الشركات وبالتالي انتهى عصر التأميم وده برضو فيه جزء من تخلي عن دور الدولة فماذا إذا كانت هذه الوحدات تلعب دور سلبي في الاقتصاد الدستور بيقر هذا الحق ولكن في إطار التعويض وفي إطار البدائل الأخرى أما فتاح السيسي برنامجه الاقتصادي بيعتمد على عمود فقري وهو دور الدولة الواسع والكبير بيتجاوز به السيد حمدين صباحي المنافس بتاعه أنه هو بيقول أنه أنا عندي مدخلات وهي فيه ثورة فيه واقع مرير فيه شعور لدى الناس لابد أن يحدث لهم نقلة نوعية في حياتهم يشعرهم بخير الثورة وعائدة فيه كمان الفقر نسبة واسعة 50% تحت خط الفقر تبقى للمعاهير الدولية معروف 3 دولار في اليوم بالسعر الأممي الشيء الذي بيقوده أو المدخلات تقود إلى أن الدولة لابد أن تدخل في المشروعات التنموية الكبرى بقوة وبدور رئيسي ومحوري وأنه بتآهل القطاع الخاص يشتغل معها يشتغل مع الدولة مع بردامج الدولة ومش بردامج الرئيس بطبيعة الحال وليس مع مشروعات هي تراها صلحة أو بتضر مكاسب عليها لا لازم يبقى جزء من مشروع تنموي كبير لكذا هو بيطرح مشروعات كبيرة على وزن مثلا مشروع السد العالي لتغيير بنية المجتمع الأساسي ولكن لفت دكتور زهران في هذه البرامج سواء برنامج السيد السيسي أو السيد صباحي يعني وعود تطلق ووعود كبيرة كما أشارت أنت ولكن هناك من يجب في نهاية المطاف أن يمول هذه الوعود هذه الوعود ليست مجانية هناك موازنات يجب أن ترصد لها يجب أن تتم الموافقة على هذه الموازنات هل أصلا هذه الموازنات متاحة لتنفيذ كل هذه الوعود يعني على ما يبدو من الحملة الانتخابية الوعود أطلقت في هذه الحملة يعني على عواهنها كما يقال بدون أي حسيب أو رقيب وبدون تدقيق فعلي في إمكانية تنفيذ هذه الوعود أو لا ما رأيك؟ شوفي يا سيدي أولا أنا يعني بحترم رأيك وهجة نظرك وفي التساؤل مثلا لا حسيب ولا رقيب دي خلاص انتهت في مصر الحسيب والرقيب أنا متفاهم لهذا أن الحسيب والرقيب هو الشعب مصر يعني يوم أن يكتشف بعد ما يعطي ثقته إلى مرشح معين ويجلس على كرسي الرئاسة ويدير شؤون مصر في جميع المجالات ويخفق فيه تحقيق وعوده الشعب لن يتركه يهنأ بهذا المكان على الإطلاق حصل مع مرسي تجربة وقابله تم خلع حسن مبارك يعني بعد 30 سنة لكن ما قدرش يصبر بعد كده فبالتالي الرئيس القادم وعوده لابد أن يتم تنفيذ أنا أرى أنه المشير عفتاح السيسي استعانى بعدد من المتخصصين المصريين العالميين في إعداد برامج وخطط كبيرة وهو قال أننا عندي مصادر التمويل اللي هتقف في ظهر هذه المشروعات وحتمول هذه المشروعات الكبرى لو أنت تلاحظ حضرتك أن عبد الناصر مثلا عندما بدأ مشروع السد العالي كان فيه مشاكل اقتصادية وعاقب ثورة وبدأ المشروع ونجح فهو عنده مشروعات كبيرة عنده مشروع تنمية سيناء عنده مشروع ممر التنمية اللي طرحه ومصر عليه عنده مشروعات في حلاب وشلاتين وقليم كنات السويس بشكل واضح عنده عدد من المشروعات لو بدأ فيها حيواجه مشكلة الفقر البطالة الاستغلال الأمثل إعادة توزيع السكان في مصر كلها وبالتالي يستطيع أنه هو القفز لأنه حتى ما بيقول شي إنجاز أو بداية مشروع لا ده بقولك أن مصر تحتاج إلى قفزات إلى الأمام ولولا أنه هذه القفزات تتحقق كما يعد وهذه اللغة سيحسب عليها حسابا عسيرة من الشعب وهو قال كده وقال أن الشعب ليس يصبر عليها وقال لما برنامجه بعد سنتين ستظهر نتائجه الحقيقية لكن قال من اليوم الأول سيبدأ في طرح خطته في الواقع العملي وسيقدم كشف حساب يومي أو يكاد يكون يومي هو طبعا مش مقتنع بالمئة يوم لا يقايد نفسه بالمسائل الشكلية لأنه يرى أنه جزء من ثقافة الغرب لكن مع مجتمعات مستقرة أنت هنا من المجتمع ليس مستقر لكن هذه الفترة دكتور زهران هذه الفترة فترة السماح سواء مئة يوم أو مئتين أو ثلاثمئة لا يحددها المرشح ولا يحددها الرئيس في حال فوز ويحددها الشعب الشعب هو الذي يمنح فترة السماح للمرشح الذي سيفوز في نهاية المطار ده بطبيعة الحال بس هو بيتكلم عن ما يسمى بالبرنامج اليوم المئة يوم دي جزء من محاكات المجتمع الغربي بثقافته في أوروبا في أمريكا في كذا بعد مئة يوم الرئيس بيقدم كشف حساب للشعب عن هذا الموضوع لكن هو أنا بكلم لك عن وجهة نظر هو من خلال لقاءاته اللي عملها في سكاي نيوز وغيرها من شبكات التواصل أو الاتصال في جميع الأحوال أنا بعتبر أن المشير عبدالفتاح السيسي بيقدم رؤية فيها حلم كبير وأعتقد أن الأحلام تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى تمويل زي ما تفضلت واضح من طريقة كلامه ونبرت كلامه والتأكيد أن لديه مصادر تمويل لم يرد أن يعلنها وده متوافق مع تركبته المخابراتية أنه هو جزء من جهاز مخابراتي ما بيقولش المعلومات بشكل تفصيلي ولكن دائما يقولها بشكل تفصيلي أنتهينا من المرحلة العسكرية والمرحلة المخابراتية الآن هناك كل شيء مكشوف كل شيء في العلن وبنهاية المطاف يعني الشعب المصري سيعرف من أين جاء هذا التمويل أنا بكلم هو لازم يعلن بس هو مش عايز يعلن من دلوقتي يعني هو عايز يعلن طبعا كل حاجة لازم تعلن فيه حاجة أسبقا في السر بس أنا بكلمك عن منظومته لأنه السمات الشخصية زي ما تفضلت وانت بحضرك بتقدمنا أنه السمات الشخصية اللي عند كلا المرشعين بيلعب دور كبير جدا فيه تشجيع الناس على انتخابه وأيضا بيلعب دور كبير جدا البرنامج لكن البرنامج الناس مش وقفة عنده كتير يعني أنا بنقل لك أحاسيس الناس هم عندهم ثقة مفرطة جدا وكبيرة جدا وده احنا شوفنا نتائجها في المصريين العاملين في الخارج وقدروا يبقى النتيجة أكثر من 90% زي ما توقعنا ففيه ثقة لدى الشعب المصري في هذا الشخص لسماته وصدقه وانحيازه للشعب ودي مقدمات قد تكون مؤهلة إلى الإنجاز حسب تركبته بقى بخلفياتها العسكرية لأن الخلفية هنا بتلعب دور كبير جدا في فهم الشخصية وفهم مخرجاتها فيما بعد لأن احنا بنحلل التحليل الخلفي اللي هو السيرة الذاتية للشخص بتلعب دور كبير جدا في إدارته لشؤون البلاد وفي طريقته في عملية صنع القرار وما إلى ذلك نسبة التصويت في الخارج بحسب الأرقام المتوفرة 96% حصل عليها المرشح عبدالفتاح السيسي مقابل 4% 94% 94% يعني ما زالت نسبة كبيرة جدا مقابل 5% بالعشر للمرشح حمدين صباحي بداية على ماذا تدل هذه النسب إذا كانت تدل على أي شيء دكتور زهران هل يمكن أن نسقط هذه الأرقام على ما سيجري داخل الشارع المصري بعد كم يوم في الانتخابات داخل مصر أم أن تركيبة ربما وشكل الجاليات المصرية في الخارج يختلف عن الشريحة الأوسع للمصريين الناخبين في الداخل يا سيدي أول لقطة تتعلق بأن الشريحة المصريين الموجودين في خارج مصر هم شريحة بتمثل جميع فئات الشعب المصري منها الفقير ومنها المتوسط ومنها الغني بجميع مستوياتها الطبقية بجميع نوعيتها من القاهرة من المحافظات يعني أنا بعتبر ده استطلاع رأي حقيقي بعيدا عن الشبهات أو التدخلات أو مصادر التمويل إلى آخر اللي بتلعب في نتائج الاستطلاع لأنه ده نتائج الاستطلاع لعينة ممثلة للشعب المصري وحتنعكس أو بترجم نفس التوجهات اللي موجودة في داخل الشعب المصري يعني لن تقل نسبة عبدالفتاح السيسي عن 85% وأنا بكلمك وأنا رجل سياسة معايش غير أستاذيتي يعني لكن بنتابع ومتعايش مع المجتمع يوما بيوم وساعة بساعة وأرى تأييد جارف لشخصية السيسي لأنه هو يعني لدى الشعب المصري أنه المخلص لهم من الإخوان الإرهابيين لكن في نقطة تانية أنه بتمثل هذه النسبة هزيمة كبيرة جدا على مستويين لجماعة الإخوان الإرهابيين المستوى الأول هو نسبة المشاركة كانت نسبة المشاركة في الخارج غير مسبوقة وحيستدبعها نسبة مشاركة غير مسبوقة في الدخل اتنين أن نسبة المشاركة بتنعكس أو بتدل دلالة قطعية على أنه المشروع الإخواني الإرهابي المدعوم خارجيا قد تعرض لهزيمة قاسية ونهائية وبالتالي الناس راحوا وهم مفعامين بالأمل وبمستقبل أفضل وأنهم شعروا أنهم مخدوعين من هذا المشروع ومن رموزه الأمر الذي أدى بهم أنه لابد وحتما يدعموا المرشح الذي كان هدفا للإخوان فيما بعد تلاتين ستة حتى الآن فأنا أرى في النهاية أن نتائج الانتخابات للمصريين في الخارج حتى الآن بهذه النسبة الكبيرة أنه ستبقى امتداد أو الداخل سيبقى امتداد لهذه النتائج وترجمة لها في الواقع ونحن بعد أيام سنشوف هذه النتائج ونشوف مين اللي بيقرأ الواقع المصري بشكل صحيح وواقعي وبعيدا عن الغلواء أو التهوين وهكذا طيب دكتور زهران سأسألك بعد قليل على مسألة أنت أشرت لها وهي أهمية البرنامج الانتخابي في هذه الانتخابات تحديدا هل المواطن المصري بالفعل مهتم ببرنامج انتخابي أن يعرف تفاصيل هذا البرنامج ماذا ينوي المرشح أن يفعله أم أن هناك ربما عوامل أخرى تلعب في هذه الحملة الانتخابية تحديدا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر ولكن قبل ذلك دعنا نستعرض بعض المشاركات من أستاذ المشاهدين التي وردت قبل قليل أحمد عبد الكريم يقول الشعب المصري لم يعد يثق بالوعود الانتخابية لأي مرشح رئاسي محمد صابر يقول برنامج أو برامج المرشحين تبقى مجرد أحلام وليس من المؤكد إمكانية تحقيقها على أرض الواقع عصام جبريل يقول صباحي لديه رؤية جيدة يركز فيها على محدودية الدخل لكنه لا يملك أليات التنفيذ جمال عثمان يقول السيسي واقعي ولا يعد بما لا يمكن تحقيقه أمين بغدادي برامج المرشحين تحتاج مزيدا من الموضوعية والواقعية في اتخاذ القرار حمادة ماضي يقول السيسي الأوضح والأقوى وحلمه قابل للتطبيق سعيد سليمان يقول صباحي هو الذي ينزل في الشوارع ويلتقي بالجماهير ويعرف مشكلات المواطن البسيط هالا نصر الدين تقول الانتخابات مسرحية هزلية معروفة نتائجها قبل أن تبدأ كان يجب توفير الأموال لتحسين أحوال المواطنين الفقراء أخيرا عاد الفخر يقول من يستطيع محاسبة أي من المرشحين إذا لم يفي بوعوده الانتخابية دكتور زهران كما أشرت أنت محاسبة المرشح في حال فوزه على عدم سماني دكتور زهران أنا عايز أقول لحضرتك نعم معك أنا عايز أقول لحضرتك أنه على المستوى الشعبي ليس هناك اهتمام بالبرنامج ولا بتفاصيله هم الشعب المصري بفئاته البسيطة وبوعيه المتوسط لكن له حسة سياسية كبيرة وعنده شعور كبير هو ماشي وراء أنه هذا الرجل هو الأفضل لمصر لديهم ده شعور عام فهما بالتالي مش مهتمين شعور عام بناء على ماذا تحديدا دكتور على إنجاز 30 يونيو وعلى انحيازه الواضح للشعب وعلى إدارته للفترة الماضية العشر تشهور ومساهمته فيها وعلى استدعاءه للشعب لمواجهة الإرهاب وإنه هو مصر على مواجهة الإرهاب وإلى آخره النقطة التانية أو المستوى التاني في التحليل إنه مين المهتم بالبرنامج فئتين فئة الأولانين النخبة السياسية والنخبة السياسية اللي زي حالاتنا عايزين نكمل منظومة الشخص المرشح بالتعرف على أفكاره وإحنا عرفنا من خلال اللقاءات والبرنامج اللي مطروح والرؤى المطروحة أفكار كل طرف وحلناها أن دي النخبة النقطة الطرف التاني المهتم هو الشباب فقطاعات شباب واسعة متحفزة على فكرة البرامج ومتحفزة لتفاصيل البرامج وبتتهم كل من المرشحين بأنهم مقدموش البرامج زي ما أنت حضرتك عارض عينة استطلاعية من الناس تجاوء دردود أفعال في جميع الأحوال هناك جدل في هذا الموضوع لكن الحياز الكبير للشعب أنا في تقديري فكرة البرنامج مهمة ليه لأنه تبقى مرجعية نحاسب على أساسه الشعب هو اللي هيحاسب عشان أقول أطمن الناس كلها لنا ولا غيري إحنا ممكن نكون في المعارضة بعد كده ممكن نكون يعني نراجع الشخص المرشح اللي ينجح والأغلب عفتاح السيسي في مقاله وبنحتفظ بالملفات والحوارات وتفاصيلها وحنراجعه بس نحن مش عايزين نبقى متحفزين له عايزين نبقى مشاركين له إلى أن تستبين الأمور في تحفزات بقى مثلا على عفتاح السيسي في متعلق بفريق حملته الانتخابية في بعض الأشخاص ينتمون إلى النظام مبارك الناس متحفزة عليها دي بقى تتهم الناس جدا ليه لأن الناس بتقول أنا قمت بصورتين فمش عايزة أشوف في المشهد خالص أي واحدة يعني له صلة بالنظام مبارك ولا رموز لأنه دول سبب السورة أساسا ولا رموز الإخوان ولا المتأسلمين هذا موقف شعبي جارف إحنا لابد أن نتفهمه بشكل واضح وأعتقد لما السيسي تم مواجهته بهذا قال لك بحس أنا ضد مافيا الفساد أنا لن أسمح بالعودة إلى مقابل 25 يناير أنا مع الدولة ومع الشعب في تحقيق أمنياته لن يسمح للأنظمة التي سقطت بأن تعود مرة تانية وده بيرضي الشعب إلى حد كبير دكتور زهران لدي سؤالين قبل أن ننهي الحوار أولا أنت أشرت إلى مسألة الشباب الشباب كشريحة مهتمة بالبرامج الانتخابية الشباب كما نعلم تماما من ضمنهم شباب الثورة شباب الثورة هناك شريحة واسعة من هؤلاء الشباب ممن يتخوفون سواء عن حق أو عن باطل بأنه ستكون هناك فترة يمكن وصفها بفترة القبضة الحديدية بما تحمل من دلالات على مسألة الحريات العامة حرية التعبير حرية التجمع والتظاهر وكل هذه الأمور المتعلقة بأهداف أساسية كانت من أهداف الثورة هل هناك برأيك ما يجب أن يخشى هؤلاء الشباب في حال فوز عبدالفتاح السيسي في هذه الانتخابات الشباب بطبيعته يتسم بالنقاء وبيتسم بالثورية وبيميل إلى التغيير وبيميل أيضا إلى النمزجة هو عايز أفضل نموذج لتحقيق أقصى مطالب للشعب المصري لأنه بصراحة هو كان المقدمة لتحريك الشارع ولابد أن نعترف بذلك بدون أي مبلغة أنا شريك في هذا المشهد من بدايته من قبل 25 هنائر وعارف هؤلاء الشباب الشباب في مصر منقسم وأنا أعتقد منقسم ما بين المشير عفتاح السيسي وما بين حمدين صباح منقسم على انقسام حقيقي كلهم لقوا وجهة نظره في بعض التخوفات من بعض الأشياء لدى عفتاح السيسي في بعض التخوفات من حمدين صباح في ناس بتعاول كثيرا على أنه عفتاح السيسي هو الأداء التي ستترجم أحلام الشباب والثورة في مواجهة البطالة في النهوض الاقتصادي في محاولة يعني سد الفجوة في السنوات الثلاثة الأربعة الماضية إلى آخره فبالتالي الشباب منقسم هذا الانقسام أنا في تأثير ظاهرة طبيعية جدا وظاهرة صحية جدا وظاهرة إيجابية جدا ليه؟ لأنه الشباب لما ينقسم إذا نحن عندنا الشباب وخصوصا الشباب الثورة ليس كله في لدى مرشح واحد ولكن مع المرشحين وبالتالي الجزء اللي حيبقى مع المرشح اللي حيخسر حيبقى ضمير للمرشح اللي هو حيكسب الدائمة للمشروع الثوري وأنا أعتقد أن ده أفضل الآليات لضمان نجاح الثورة على إيد من يكسب منهما مش بالضرورة لأنه لن يكون هناك خيار إلا نجاح الثورة 25 يناير و30 يونيو في تحقيق خمسية الثورة الحرية العيش والحرية والعيش هنا بمعنى الحياة الأفضل العيش والحرية والعدل الاجتماعية والكرمة الإنسانية والاستقلال الوطني لن يرضى الشعب المصري ونحن في مربع الثورة بديلا عن هذه الخمسية طيب أخيرا دكتور زهران يعني عادة ما يمنح الناخبون في الدول الديمقراطية فترة سماح للمرشح بعد فوزه لكي يحقق على الأقل جزء من الوعود التي طرحها في الحملة الانتخابية برأيك في حال فوز عبدالفتاح السيسي ما هي الفترة المعقولة التي ينبغي أن تمنح له لكي على الأقل يقول بالفعل تمكنت من تحقيق شيء أو أنا في طريقي إلى تحقيق شيء هل هي 300 يوم فترة رئاسية كاملة ربما أم ماذا أنا هقول لك ما سماعته سماعته زناية من عبدالفتاح السيسي نفسه في لقاء سابق قال أنه الشعب صار ضد رئيسين وأسقط رئيسين لم يتحمل رئيس الإخواني وجماعته لمدة سنة وعلى الإطلاق وكان بيقومهم لأنه بانوا من أول يوم وبالتالي الشعب مش هيسكت علي أنا كمان يعني هو مدرك وده بيخلينا نطمئن له طالما أنه هو مدرك أن الشعب لن يسكت عليه يبقى بطبيعة الحال هذا جزء من الطمئنينة في هذا الشخص لدى الشعب النقطة التانية أنه أنا في تأديري كإجابة مباشرة على سؤالك أنه لن يسكت الشعب أكثر من ستة شهور يعني كفرصة ليه عفادة أسيسي يرى واقع عملي جديد لأنه عندك في خلال الأشهر الستة القادمة أو أربعة تشهر على وجه التحديد هيبقى البرلمان تم انتخابه وفي الأربعة تشهر دول هو مش هيسكت ومش هينتظر هيشتغل على طول فلازم يبين نتيجة للشعب المصري في حال ذلك يقدر يتحمله كمان البرنامج اللي هو قيله لمدة سنتين لكن لو ما شفش مقدمات معينة تتيح له الفرصة إلى استشراف للشعب يعني تتيح له الفرصة أنه يستشرف مستقبل مضمون لن يسكت على المشير عبد الفتاح السيسي شكرا جزيلا لك الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس على وجودك معنا في هذا الحوار وأعتذر عن عدم وصول ضيفنا الأستاذ خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور تتابعون معنا في الجزء الثاني من حوار الليلة تداعيات وفوز اليمين الهندوسي في الانتخابات الهندية على العلاقات مع دول الجوار ومع العالم العربي الهند في ظل حكم حزب بهراتيا جاناتيا جاناتا الهندوسي موضوع الجزء الثاني من حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا معنا من إسلام أباد رئيس تحرير وكالة برايم نيوز الباكستانية علي مهر ومعنا أيضا من القاهرة رئيس برنامج الدراسات الأسيوية بمركز الأهرام محمد فايز فرحات أذكركم أن بإمكانكم أن تشاركوا معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفيس أبدأ مع الأستاذ علي في إسلام أباد مساء الخير أستاذ علي مرحبا بك معنا دعني أبدأ بالخبر الذي قرأت قبل قليل فيما يتعلق بالدعوة التي وجهها السيد مودي إلى نظيره الباكستاني لعقد قمة طارئة أو قمة عاجلة لبحث الأمور العالقة وهي كثيرة بين البلدين على ماذا يدل ذلك برأيها لا طبعا قيادة البلدين تصعى لأجل إزالة الخلافات والتوتر القائم بين البلدين منذ أقود وخاصة بعد أحداث مومبي لعام 2008 وخاصة نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره الهندي الجديد كليهما حريصان على إزالة المخاوف التي نجمت عن فوض حزب بارتيا جنتي الهندوسي المتطرف خاصة وأن شخصية نارندرا مودي الرئيس رئيس الوزراء المرشح للهند أيضا شخصية متنازل فيها بين المسلمين في المنطقة كلها وخاصة لدى الباكستانيين بسبب تصريحاتها هي الصاخنة خلال حملة الانتخابات الأخيرة ليس فقط التصريحات ولكن السجل الماضي على الأقل الانطباع عن هذا السجل في الماضي تجاه المسلمين لو نحن نعم ولو نحن يعني لهذا الوقت البسيط نحاول نصيان هذا السجل القديم لكن نرى ما حدث خلال الأصابيع الماضية وتحدث ضد الباكستان فهذا الانتباع طبعا لدى الباكستانيين هذا ليس فقط أقب في طريق تطبيع الألاقات بين البلدين أقب في طريق تنفيذ أجندة رئيس المزراء نواز شريف الذي دائما يحرص على إقامة علاقات طيبة مع الهند وإزالة التوتر معه فأنا أرى أن نواز شريف نفسه أيضا مهتم بموضوع إعادة الألاقات إلى تبيعتها مع الهند ولو بحكومة حكومة جديدة من ناريندرام أشخاص مثل ناريندرام مودي سأعود لأسألك عن إذا ما كانت هذه المخاوف التي لدى الكثير من الناس في العالم الإسلامي تجاه السيد مودي لها ما يبررها أم لا سأسأل هذا السؤال بداية إلى الأستاذ محمد فايز فرحات مسأل خير أستاذ محمد مرحبا بك معنا هناك الكثير من مشاعر القلق والخوف في عالمنا العربي والإسلامي إذا السيد مودي هناك انطباع بأن هذا الشخص معادي بشكل كامل للمسلمين هو متطرف حتى بمقييس بهاراتي جاناتا هو على يمين هذا الحزب هناك سجل ماضي على الأقل ليس قضائيا ولكن يعطي الانطباع بأن السيد مودي متورط في أعمال عنفية ضد المسلمين هو محظور عليه دخول بعدد من البلدان من بينها الولايات المتحدة حتى الأون الأخيرة الآن هناك دعوة موجهة له من السيد أوباما هل هناك بالفعل ما يدعو العالم الإسلامي إلى الشعور بالقلق على مستقبل العلاقات مع أكبر ديمقراطية في العالم وهي الهين يعني هذا بالفعل سؤال كبير يعني إذا في العالم العربي إذا كان معنيا من زاوية محددة وهي وضع الأقلية المسلمة في الهند وقياسا على تجربة يعني مراحل حكم لا لا ليس فقط وضع الأقلية سيد محمد في الهند ولكن عن العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي يعني هناك من يرى أن العلاقات الهندية ستتغير في الفترة القادمة فترة السيد مودي ربما يكون هناك علاقات أفضل مع إسرائيل على حساب الدول العربية وأشياء من هذا القبيل نعم يعني هذا الاستنتاج رئيس الوزراء الهندي الجديد أو المرحلة الجديدة الحالية التي ستبدأ بحكم بهراتي جنات هذا هناك توجه واضح فيه السياسة الخارجية الهندية منذ عدة سنوات منذ بداية التسعينيات تحديدا حدث تحول كبير في السياسة الخارجية الهندية في الاتجاه نحو تطبيع العلاقة مع إسرائيل أو على بمعنى أدق تقوية وتعميق العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل سواء فيما يتعلق على الجانب الاقتصادي والتجاري أو فيما يتعلق بالتعاون العسكري هناك تعاون عميق يعني في العلاقات بين البلدين وهذا التحول بدأ مع بداية التسعينيات وتحديدا مع عقد مؤتمر مدريد في بداية التسعينيات ونجحت إسرائيل في استغلال هذا الحدث أو هذا التحول أو هذا المؤتمر في إقناع الهند وعدد آخر من الدول الأسيوية مثل الصين وغيرها من الدول التي كانت تتبنى موقفا معارضا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أو توسيع علاقاتها معها ولكن الإسرائيل نجحت في تغيير مواقف عدد كبير من الدول الأسيوية وكان منها الهند بشكل كبير وبالتالي هذه العلاقات أو هذه الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية المهمة بين البلدين لم تعد مرتبطة بحزب المؤتمر أو لم تعد مرتبطة بحزب باراتيا جناتا بقدر ما أصبحت جزء من التوجهات الخارجية للهند بشكل عام تجاه منطقة الشرق الأوسط وتجاه إسرائيل فقط النقطة الأساسية التي تحاول الحكومة الهندية باختلاف الأحزاب الحزب الحاكم هو محاولة ضمان حالة من التوازن في علاقاته مع العرب وعلاقاته مع إسرائيل أو بمعنى ضق أنها حاولت لا تربط بين طبيعة علاقاته العرب وعلاقاته مع إسرائيل أو أن لا تتأثر علاقاته مع أحد الجانبين بالجانب الآخر وأعتقد أن الهند هي الأخرى نجحت في هذه المسألة والعالم العربي أيضا تفهم هذه المسألة بشكل كبير بدليل أنه لم يعد يربط بين علاقات الحد اقتصادية مهمة لكثير من العالم الدول العربية مع الهند. وهناك مصلحة في الانفتاح على الهند بشكل عام. وعدم ربط علاقات العالم العربي بالهند بعلاقاتها. هذا فيما يتعلق بإسرائيل. خاصة أن العالم العربي نفسه أصبح يهمل إلى حد كبير. مسألة العلاقات العسكرية المهمة بين إسرائيل وعدد من الدول الأسيوية. سواء الهند أو الصين. وهما الدولتين الأكبر التي أصبح لديهم علاقات عسكرية مهمة مع إسرائيل. هذا فيما يتعلق بإسرائيل. سأعود إلى هذا الموضوع بعد قليل. لأن هناك أيضا معلومات من داخل إسرائيل. معلومات استخباراتية وأمنية ترحب بوصول السيد مودي إلى رئاسة الوزراء في الهند. وتتوقع أن يكون هناك شهر عسل بين البلدين. ولكن سأعود إلى هذا الموضوع بعد قليل. فيما يتعلق بالمخاوف أستاذ علي في إسلام أباد. المخاوف الموجودة لدى الكثير في العالم العربي والإسلامي من وصول هذا الشخص إلى رئاسة وزراء الدولة الكبيرة. الدولة المهمة. الديمقراطية الأكبر في العالم. هل هذه المخاوف لها ما يبررها برأيك؟ أنا في رأيي أن الموضوع الألاقات بين الهند وإسرائيل لا أحد أظن في العالم العربي أو الإسلامي يمانعه من هذه الألاقات. أو أحد يهتم أو عنده مخاوف من هذا التطور. وهذا التطور ليس مرتبط بحزب بارتيا جنتي. أن هناك سياسة عامة للحكومات الهندية المتعاقبة بما فيها حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى. هي أنه لا بد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأجل المصالح اقتصادية سياسية وعسكرية. وأيضاً اللوبيات يهودية موالية لإسرائيل في واشنطن في دول أوروبا أخرى. هذا أيضاً يساعد الهند في كثير من الأمور ما يتعلق بالألاقات بهذه الدول الغربية. أم أنا لا أرى أن هناك أي اعتراض لدى أية دولة. لكن الذي أرى تحسين كيف يمكن أن نقول أن ليس هناك اعتراض لدى أي دولة عربية. أنا لا أرى. إذا كان هناك معلومات بحسب القناة الثانية الإسرائيلية بثت تقارير واردة من أجهزة أمنية ومصادرها من مصادر استخباراتية إسرائيلية. تقول هذه التقارير أن مودي سوف يتجه لتعزيز العلاقات مع تل أبيب خلال الفترة المقبلة. وهذه الدوائر الأمنية تتوقع أن تراجع الهند أو تتراجع عن بعض المواقف الدولية تحت قيادة مودي. من بينها دعم السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة واحد. وأيضا علاقتها مع إيران. أيضا القناة الثانية الإسرائيلية تختتم تقريرها بالقول العلاقات بين إسرائيل والهند ستشهد شهر عسل خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال التعاون الاستخباراتي والمجال العسكري وصفقات الأسلحة. إسرائيل أصلا هي الآن أكبر مصدر للأسلحة للهند. في ضوء هذه المعلومات أستاذ علي ألا ترى أن هناك بالفعل ما يثير القلق في العالم العربي من وصول هذا الشخص إلى سدة الحكم؟ لا ما تحدثتم أنتم بالإشارة إلى تقارير استخباراتية ليس من الضروري أن كل ما ورد ضمن هذه التقارير هي الحقيقة وهي المستقبل هذا ليس تطبيل علاقات العسكرية بين الهند وإسرائيل ليس أمر جديد أي حكومة هندية تقوم بذلك أما الألاقات مراجعة الألاقات مع إيران أنا شخصيا أرى أي حكومة في الهند لا تستطيع مراجعة الألاقات مع إيران لأن هذا هو المنفذ الوحيد للوصول إلى أفغانستان وآسيا المسته فهذا لا يمكن لا على حساب إسرائيل ولا على حساب عرب هذه الألاقات مع إيران هو أساس السياسة الهندية أو الاستراتيجية الهندية في المنطقة لأن وإلا أن الجزء الكبير من آسيا الوسطى والمناطق هذه ستكون مغلقة أمام الهند فأنا لا أرى أنه مودي أو أي وأنا أيضا أضيف هنا أن نية مودي أو إصرار مودي على تطبيع الألاقات مع باكستان أو تحسين الألاقات مع باكستان وبالذات بهذا الوقت أنه قبل آسابي كان يتحدث بشكل معادي لباكستان هو أيضا له علاقة كبيرة بدور وتوصي النفوذ الهندي في منطقة آسيا الوسطى وأفغانستان لأن الهند منذ أقد كامل تسعى لأجل الحصول على تسهيلات من باكستان فتح الطريق البر من الهند إلى أفغانستان ثم إلى آسيا الوسطى وأنا أيضا أشير هنا أن الألاقات يعني يمكن أن هذا شيء عجيب أن بارتيا جنتا حزب هندوسي متطرف رغم ذلك علاقات هذا الحزب طوال فترة حكم هذا الحزب كانت علاقات طيبة مع باكستان خاصة مع نواز شريف وحزب نواز شريف في التسعينات نهاية التسعينات كانت علاقات طيبة جدا بين باكستان والهند وحكومة حزب بارتيا الجنرال بارتيا كان يتولى الحكم في فأنا أرى شخصيا القضية ليس عزب القضية شخصية مودي نفسه المشكلة خلفية نفسية لدى الباكستانيين حول مودي ثم إصرار مودي على تغيير وضع كشمير أو الوضع السياسي الخاص لولاية كشمير وهي مفوضة من قبل الدستور الهندي ما يسمى مادة رقم 370 بفق هذا كشمير فيلاية هندية بوضع خاص وبما يسمى عندهم أيضا الحكومة الكشميرية هي دائما تتمتع بامتيازات وصلاهيات خاصة هو يريد أن يلغي هذا مثل ما هو أعلن خلال الحملة الانتخابية مثل هذه الأشياء هي موضع قلق لدى الباكستاني أستاذ محمد ما رأيك في مسألة أنه ربما الهند تراجع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية كما ورد في تقلير القناة الثانية الإسرائيلية هل برأيك وصول مودي ربما يعني يؤشر على هذا الشيء نعم يعني أتفق مع أستاذ علي فيما قاله بأن الهند قد لا يعني في ظل حكومة بهراتيا جاناتا ومودي قد لا يغير أو يدخل تغييرات جوهرية على علاقاته مع باكستان أو فيما يتعلق بعلاقاته مع إسرائيل أو فيما يتعلق بعلاقاته مع إيران ولكن النقطة أو الاحتمال الأكبر بالفعل أن تتراجع أهمية القضية الفلسطينية يعني على أجندة رئيس الحكومة الجديد في الهند لأن القضية الفلسطينية للأسف لا يوجد من يدافع عنها بالدرجة الكبيرة الكافية أيضا لم تعد بالنسبة الأهمية بالنسبة للهند الهند حددت التوجهات واضحة في علاقاتها الخارجية في الفترة أو في السنوات الأخيرة حتى قبل مجيء حزب بهراتيا جاناتا منذ بداية التسعينيات كما أشرت وهو الاتجاه إلى بناء علاقات استراتيجية قوية مع الدول المهمة في الإقليم مع أيضا مع إيران مع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني محاولة الحفاظ على مستوى معين من العلاقات الإيجابية أو حد أدنى في العلاقات الإيجابية مع باكستان لأن ما زالت هناك مشروعات تجارية واقتصادية مهمة تبشر بها قوة أو مجتمع الأعمال في الجانبين باكستان والهند في حالة استقرار عملية التطبيع والحاجة فقط إلى تجاوز أزمة عام 2008 التي ما زالت تلقي بزلالها حتى الآن هناك سوابت يمكن الحديث عنها في السياسة الخارجية الهندية علاقات استراتيجية مع أمريكا وإسرائيل ومع إيران ومع روسيا أيضا ولكن القضية الفلسطينية للأسف تراجعت أهميتها بشكل كبير لأن العرب لم يعد يربطوا في علاقاتهم مع الهند بالقضية الفلسطينية على نحو مكان في الستينيات والسبعينيات عندما كانت القضية الفلسطينية جزء من سوابت السياسة الخارجية الهندية وتجنيد العلاقة مع إسرائيل رغم استئناف أو الاعتراف الدبلوماسي بالهند بإسرائيل عقب قرار التقسيم ولكن ظلت العلاقات الدبلوماسية مجمدة طوال هذه السنوات ولم يتم رفعها أو تنشيطها بشكل طبيعي إلا في بداية التسعينيات القضية الفلسطينية للأسف لم تعد جزء من محددات العلاقات العربية الهندية وبالتالي بالفعل المجال أو الاحتمال كبير أن تتراجع أهمية هذه القضية على أجندة السياسة الخارجية الهندية في الفترة القادمة سأود لأسألكم عن العلاقات الهندية الأمريكية طبعا كما نعلم السيد مودي كان موضوعا على اللائحة السوداء ممنوع من دخول أمريكا إلى فترة قصيرة والآن هناك دعوة موجهة له من السيد أوباما والسيد كاري وزير الخارجية رحب بوصوله إلى السلطة سأسألكم عن هذا الموضوع ولكن قبل ذلك لنشرك بعض المساهمات من السادة المشاهدين حول هذا الموضوع محمد أشرف يقول على العرب القيام بتبادل ثقافي وتجاري وصداقة حقيقية بغض النظر عن أيديولوجية من يحكم في الهند الدول الكبيرة يقول بوهند سراج الدول الكبيرة تملك استراتيجيات بعيدة المدى وتعمل لتحقيق مصالحها على عكس الدول العربية صالح عبد الله يقول فوز مودي في الانتخابات سيؤدي لانقفاض مستوى العلاقات العربية الهندية تامر مصلح يقول هل الحكومة سلمية مع المسلمين أم ضدهم وكيف ستكون علاقتها مع المسلمين في الهند أو في دول الجوار محمد دكام يقول على العرب التوجه ناحية الصين والهند لأنهما القوتان الأكبر في السنوات المقبلة أخيرا محمد أحمد يقول ما الذي يمكن أن يقدمه العرب للهند لكي يقنعها بمساندة القضايا العربية أستاذ علي كما أشرت قبل قليل العلاقات الأمريكية الهندية علاقات أساسية ولكن شخصية السيد مودي كانت شخصية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية كان ممنوع من الدخول ورفضت طلبات التأشير التي تقدم لها في أكثر من مرة على أساس أن له سجل له علاقة بالأحداث العنيفة التي جرت في الهند ضد المسلمين تحديدا الآن السيد باراك أوباما يقدم دعوة لنظيره الهندي وجون كيري وزير الخارجية في تغريدة له على موقع تويتر أيضا يرحب بوصول مودي إلى سدة الحكم كيف نتوقع أن يكون شكل العلاقة في المستقبل القريب بين الهند والولايات المتحدة بالنظر إلى هذه الخلفية لا أنا أرى شخصيا أن الألاقات تكون تبيعية دون الوظف الاعتبار الخلفية السجل للسيد مودي لأن المشكلة في ظل التغيرات في المنطقة وخاصة في فترة الانسحاب العسكري الدولي من أفغانستان الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم الهند والولايات المتحدة عندها خطة لتفويض دور أساسي للهند ما يتعلق بالأمن في التجهيز العسكري للقوات الأفغانية وحتى الاستثمارات بدلا من أن تعتمد أفغانستان على الدعم المادي الغربي فقط ففي ظل هذه الاحتياجات الاستراتيجية لأمريكا لا يمكن للولايات المتحدة استغناء من التعامل مع شخص مثل مودي وهو شخص أقوى من رئيس المزراء السابق من موهنسنغ طبعا لماذا؟ لأنه يتمتع بتأييد الأغلبية الكبيرة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الهندي فأنا لا أرى أن الهند يمكن يضع في الاعتبار هذه الخلفيات وهذا هو ما يظهر من الترحيب الأمريكي بمودي طيب خلينا في الدقائق المتبقية دقيقتين أو أكثر بقليل نطرح السؤال أستاذ محمد والأستاذ علي أيضا أستاذ محمد بداية ما الذي يمكن أن نتوقع كتغيير في سياسات الهند الخارجية مع وصول السيد مودي هل هناك تغييرات متوقعة أم أن هذه السياسة هي سياسة دولة في نهاية المطاف وليس بالضرورة تعتمد على الشخص أو على الحزب الحاكم يعني تقدير أنه لن تكون هناك تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الهندية ويعني ما يؤكد ذلك هو الأهداف الأساسية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الهندي الجديد هو أعطى أولوية كبيرة لمسألة إنعاش الاقتصاد الهندي واستئناف معدلات النمو الاقتصادي وأيضا تحقيق درجة أكبر من عدالة توزيع مكاسب عملية التنمية وهي القضية الأساسية التي أدت إلى انهيار أو تراجع حزب المؤتمر في الانتخابات الأخيرة وبالتالي لتحقيق هذا الهدف مودي يعني يحتاج إلى خلق بيئة إقليمية مواتية لعملية للتركيز على هذه الأهداف وبهذا المعنى هو يحتاج إلى استقرار في العلاقات مع باكستان وهذا ما يفسر أنه بدأ بدعود باكستان إلى عقد قمة وهنا يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يجب المراهنة على الطابع الراديكالي لمودي للقول بأن هذا سوف يستدبع علاقات متوترة مع باكستان يعني حتى أو يجب أن نشير هنا إلى أن رئيس الوزراء الهندي الذي دعا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة مع باكستان في أبريل عام 2003 ودعوة التي كانت دشنت لبدء عملية تفاوض وعملية تطبيع مستقرة في العلاقة مع باكستان كان هو الرئيس الوزراء الهندي أتال بهارف أجبيه في أبريل عام 2003 وكان ينتمي إلى حزب بهراتيا جناتا فبالتالي هنا يمكن القول بدرجة كبيرة من الثقة أن حزب بهراتيا جناتا كان مسؤولا عن استئناف عملية التطبيع مع باكستان في بداية عام 2004 التي أكمل علي حزب المؤتمر في ذلك التاريخ وبالتالي في العلاقة مع باكستان سوف يكون هناك تركيز على محاولة تحسين العلاقة معها أيضا فيما يتعلق بالصين أعتقد أنه سوف يركز على استقرار العلاقة مع الصين بالإضافة إلى السوابت التخليدية في أندي نصف دقيقة أستاذ محمد للسماكتلي سأنتقل إلى الأستاذ علي لأسأل نفس السؤال هل نتوقع أي تغيير جوهري في سياسة الهند الخارجية لا لا أنا صحيح أن أنا شخصيا لا أتوقع أي تغيير جوهري في السياسة الخارجية للهند خلال فترة حكم السيد مودي لكن أنا أتوقع أن يكون هناك تغيير نسبي في ما يتعلق بتحسين العلاقات مع باكستان من قبل مودي لماذا؟ لأن ذلك يساعد في تعزيز موقع حزب هارتيا جنتها وخاصة سيد مودي بين المسلمين داخل الهند وفي نفس الوقت مع العالم الإسلامي بشكل عام لأن العالم العربي والإسلامي دائما ينظر بكل دقة وضع العلاقات بين باكستان والهند وهذا هو مقياس لدى كثير من الدول الإسلامية شكرا لك الأستاذ علي مهر رئيس نحرير وكالة برايم نيوز الباكستانية كان معنا من إسلام أباد وشكرا لضيفنا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات رئيس برنامج الدراسات المأسيوية في مركز الأهرام موعدنا الأحد المقبل مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاينوز عربية